تتعرضي للشمس أو عايزة تفتحي بشرتك بطريقة طبيعية فالغسول ده جدا ممتاز من بيزلين تعالي السلام عليكم أهلا بيكي في قناتي أنا مروة النهاردة ان شاء الله يكلمكم عن رسول هيل جدا أنا شخصيا جربته بقالي فترة هو لتفتيح البشرة وشدها أنا بحب أن أغير كل فترة لأن البشرة لما بتتعود على منتج بعد فترة بتحس أنها ما بقاش في نتيجة فمهم قوي أن أنت بعد كل مثلا ثلاث شهور أو شهرين أو لما المنتج يخلص منك يعني تغيري لو هو حاجة أنت مرتاح لها ارجعينه تاني بس تكوني جربتي حاجة تانية فالمنتج ده أنا بستخدمه بالتبادل مع غسول فيتشي نورما ديرم كنت كان أعملت موضوع عنه قبل كده الغسول ده من خط اسمه بيزلين هي منتجات يعني موجودة في صيدليات ومعروفة قوي بالمنتجات بتاعتها اللاين ده هو مكتوب أنه هو للسكين وايتنينج أو للتفتيح هو كتب هنا أنه هو رغوة مفتحة وأنها كمان بتشد البشرة هو بيديكي كده ملمس عامل زي الفوم تمام كمان هو المفروض أنه هو في فيتامين سي وفي غذاء ملكات النحل هو بيعتمد في التفتيح على فيتامين سي ومستخلصات غذاء ملكات النحل هو كاتب هنا في الوراء في المكونات أنه هو مفوش المواد اللي هي زي البارابين ولا العيدركينون ولا حمد الكوجيك ولا الكحول يعني المواد دي اللي هي ممكن تكون ضر أو مش يعني مواد كيمائية هي مش موجودة فيه اللي عجبني في الغسول ده أنه هو لطيف جدا على البشرة بيديكي لون حلو بيحسن بواحد لون بشرتك مع الاستخدام المستمر هتبث تلاقيين وشرتك مجدودة وحلوة ونعمة ويعني ولونها فاتح كمان بيساعد على يعني ان هو يشيل خلايا الميتة وحجمه كمان مية وخمسين بس هو بصه ملمسه كريمي كريمي يعني شايفين يعني أنا فتحته كده كمان ريحته حلوة قوي يعني ريحته ريحة كده ريحة فيها ورد فيها ريحة جميلة هو لونه كده ده ميت شايفين بلونه أبيض صادة فيه كده وبيعمل الرغبة لطيفة على وش جربوه ان شاء الله هيجبكم قوي ان هو بيفتح وكاتب هنا هو بيفتح البقع اللي هي الدكنة بيدي اشراقه وتفتيح طبيع للبشرة لو انت محتاجة حاجة تساعدك على التفتيح لبشرتك مس مرة متتعرضي للشمس بشرتك فيها البقع اللي هي اللي بتطلع البني ديت فالغسول ده مناسب لك جدا يارب يكون ريفيو ده أفادكم لو عجبكم موضوعي يريد تعملونه لايك وتشيروه عشان تعمل الفايدة وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد لأيه السلام عليكم ورحمة الله